اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج عزر المستمعين نفتح أفاق التواصل معكم لاستقبال رأيكم ملاحظاتكم اختراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح الجميل اللي نتمنى إن شاء الله يكون مليئ بالإنجازات ومليئ بالتفاؤل والإيجابية واللي من خلال إن شاء الله نوصل معاكم إلى نمط حياة صحي وسعيدا رح بطاقة من البرنامج معنا دكتورة نادة الملة صباح تلاب الخير أهنين صباح الورد رح بطاقة من البرنامج صباح عليكم الخير في يوم الأثنين اللي يحبك الأثنين يوم جميل يوم الأثنين والجو بعد جميل بدأ يتفش فيه بس الجو جميل بعد ورح بطاقة معاي المخرج المبدع معنا ناصر السلامي صباح كالله بالورد والخير والنور والسرور يا ناصر منهم معنا في التنسيق محمود؟ ما تعرفين؟ ما أشوف منك أنت ما أقرأ ما أشوف زي رأسي صغير أنا بعد أميرة المري ويانا صباح شاء الله بالخير وزي ما رحبتي في هيا ورحب بعد في زميلي محمود اللي كل يوم معاي وأنا معاك كل يوم في البرنامج صحة وسعادة لا بالعرف على برنامج أصلا يا سلام يا سلام طيب أرقام التواصل معنا؟ ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة وموجودين لايب عن وردبا عن إستجرام تواصلوا معنا بداية البرنامج بوب على آخر ديكتاب نزين الرسائل نبغيها رسائل بث المباشر يعني أتمنى أن نتحول لبكرة لأن معظم الرسائل التي تينا عن طريق أربعة صفر صفر ستة هي خاصة بي البث المباشر طيب سمعتها الصوت؟ طرقات الأصابع يقول لك العلماء يفسرون صوت فرقعة الأصابع في بحثين فرنسيين وأمريكيين اشتغلوا على دراسة يعني وحدة من أسوأ العادات لدى الإنسان وهي صوت فرقعة الأصابع البحثين شو قالوا؟ قالوا أن صوت فرقعة الأصابع يمكن تفسيرها بثلاث معادلات رياضية أضافوا أن هذا الصوت يعود إلى ضغط على الفقاعات الهوائية داخل تجويف مفصل الأصبع واختلف العلماء لسنوات طويلة بشأن السبب الذي يؤدي إلى صدور صوت عند فرقعة الأصابع وأكدوا أن الضغط الناتج عن انهيار الفقاعات ينتج أو ينتج موجات صوتية يمكن التنبو فيها حسابيا كما تؤكد بأن بعض الناس غير قادرين على فرقعة أصابعهم لأن هناك مساحة كبيرة بين العظام والمفاصل فإن الضغط في السائل لا ينخفض بدرجة كافية لإصدار الصوت الناتج عن فرقعة الأصابع تعرف فرقعة الأصابع يمكن أكثر شيء يعني الناس طلعوا عليه بعض الخرافات أو بعض الكلام اللي كان يقول هذا معناه تأكل في المفصل اللي كان يقول ممكن مع الزمن يسوي روماتيزم اللي كان يقول يسوي تشوهات في هذه كل خرافات يعني مو بخرافات يعني ويتطلع عليه كلام بس ما في دراسة نحن نتأكد أن ترقعة الأصابع ممكن تأدي إلى أي شيء إنها تدل مثلا على إنه في هشاشة مثلا أو إنه في احتكاك في العظم ما فيه والدليل لنحن هذه أحدث دراسة تقول إنه ممكن يكون بسبب ضغط السائل الموجود بس هي صراحة هي عادة أنا ما يعني ما حسن عادة صحية أو مثلا نشجع ونقول الله عادي تطرقوا على أصابعكم لا طبعا يعني بس في ناس محمود طول الوقت يعني المرات تحس إنه تحتاج أنك تحرك المفصل شوي فيصدر الصوت بس في ناس طول الوقت ولا وكل المفاصل من الصغير إلى الأكبر فحس يعني مع الوقت ممكن فعلا يأثر على المفصل يقول لك هذا في تفسير يرجى لعام 1971 أنزين افترض فريق من الباحثي في جامعة ليدز أن فقاعات في سائل المفاصل هي التي تسبب الصوت المعروف من خلال نموذج الحساب المفصل ومعادلات تحاكي ما يحدث عندما يتم فرقات الأصابع شاهد الباحثون تغيرات حسب حجم الضغط بعد أن تسببت الحركة في انهيار الفقاعات الموجودة في سائل المفصل وتمكنوا من إثبات صحة نظرية جامعة ليدز التي تفسر سر انبعاثات الصوت القوي الممتع والمزعج على حد سواه الذي يعرفونه الناس ولكن أيضا بعد يقولون فيه أضرار لها دكتورة من ضمن هذه الأضرار أنه حسب ما ذكر أنه تلحق الضرار بالأنسجة والأربطة الخاصة بمفاصل اليد والأصابع أيضا الشخص الذي يتعرض يعني يمارس فرقات الأصابع يتعرض لحدوث هبوط حاد في الضغط والذي يؤدي إلى وجود فقاعات من السالم الذي ذكرناها في المنطقة التي تحيط بالمفصل المضرر فيه وايد أمور تعرض أصابع اليد للإصابة في الشيخوخة والعجز في أوقات مبكرة من العمر ها هذه كلها خرافات بعدها ولا؟ هذه مضار ولكن ما عليها دراسة بس أنا أرد أن أقول أن الكتب بدأت هي مش عادة صحية نشجع عليها نحن نفضل الناس طبعا ما تمارسها خصوصا يمارسونها بكثرة ما في دراسة تثبت 100% بس في أضرار الناس تكلموا عنها فنحن لا نشجع عليها لا نشجع أننا المدى ما في دراسة معنا نطرقع أصابعنا راحتنا المشكلة ليس بني محمود أصابع شوي أهو الناس التي ترقع عرقبتها هذا الضرر وعند الحلاق ما عف عند الحلاق؟ يجي الحلاق ويسأل كرك وكرك صج؟ هي وبعدين يعطيك الحركة المهلوانية هذه في الإذاعة ما يعرفون بس يوم يحطي دية تذة وهذا يعطيك مثل هذا الصوت عرقبة عموما يقول أن تتعرض مفاصل اليد للتواء والثنية عند القيام بفرقعة الأصابع بطريقة متواصلة ممكن أن يؤدي لتأثير السلبي على السائل الزلالي اللي يقوم بمهمة منع المفاصل من الاحتكاك بالإضافة لقيامة بامتصاص الصدمات والضربات التي تصاب بها الأصابع في كثير من الأوقات هذا من ضمن الأضرار فحنا نقول أطلقنا أصابعكم كيف نتخلص من عادة فرقعة الأصابع؟ كيف؟ يقول أن يتبع الإنسان هذه العادة في الحالات التي يتعرض بالإصابة الشعور معين مثل الخوف، القلق، الخجل، التوتر أو ممارستها في أوقات الفراغ للشعور بالتسلية وإضاءة الوقت وأيضا يفضل تجنب القيام بهذه العادة لأضرارها اللي الدكتورة تقول مش مدروسة بس أنا أميل إلى أن في لها الدراسات دكتورة أثبتت يعني ممكن نيب أحد الأخوان المتخصصين في موضوع الأصابع لي ممكن دكتور خادر العوض يفيدنا في هذا الموضوع مستقبل إن شاء الله نتذكر ونيب يقول يفضل تجنب القيام بهذه العادة لأضرارها والبحث عن عادات أخرى مفيدة وغير ظهر بأصابع اليدين وفي الحالات اللي لا يستطيع الإنسان فيها الكف عن فرقات الأصابع يستطيع إنشغال يديه بأي أمر وينصح بعدم الإهمال والتساؤل بأضرار هذه العادة في لها أضرار في لها أكيد لها أضرار غيرت رأيتك أنا لا قلت لها أضرار بس ما قلت هي مش عادة صحية في طريقة بعد ممكن أن أنا نفسي كنت أحب أترقى أصابعي بشكل غير طبيعي يعني طول الوقت فشفت أن أنت لأن إنسان خجولة فدائما هي عادة وعلى من العادات هو أحمد اللي يأكلون أضافرهم نفس الشيء ترقاعت الأصابع أنا تبعت صراحة طريقة وفادتني اللي هي الأثقال الخفيفة هاللي وزنها كيلوين أو كيلو يوم بدأت يعني أسوي تمارين عليها أحس أنه ليني المفاصل صار ما عندي هالحاجة لأنني ترقى أصابعي وايد فشوية خفت عندي هذه العادة فممكن تساعد يعني شغلت إيدي بشيء ثاني نطلع فاصل فاصل راجعي صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخر مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج التي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم وميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإستجرام سيف الأنصار يقول هل هناك أضرار لطرقعة الأصابع؟ نعم يا سيف قلناها في الدراسة قبل أن تخفف الضغط في المفصل وأنها ممكن تأثر على الأوتار والعضلات والمفصل نفسه وتؤدي للإحتكاك صباح الخير عليكم جميعا برنامجكم حلو ومميز وثنائي متميز أتمنى لكم التوفيق والنجاح زايد الحمران شكرا لك شكرا صباح الخير دكتورة ندى الملة شكرا هذه واحدة من الانتدافات من الترشلوم شيكات كل شهر عموما نحن الهيئة ما زالت تواصل برنامجها الاحتفالي المميز بعام زايد وسط أجوال لافتة وممتعة مؤخرا ننهت الهيئة استعداداتها لجولة جديدة من الاحتفالات شو تضمنت تضمنت أنشطة رياضية من المقرر لانطلاقها بعد غدر الأربعة إن شاء الله في إطار الأجندة المتكاملة اللي تركز على مجموعة الاهتمامات الخاصة للشيخ زايد رحمة الله عليه ومتصلة بالشأن الصحي والعلوم والثقافة والرياضة حولها الأنشطة والفعاليات وتفاصيلها معنا في الاستوديو الأستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية فيأت صاحب دبي صباحك ورد أخوي حمزة صباح النور يا أهلا وأصف على الصوت اليوم تشوي تعبان سلامتك سلامتك ما تشوفش حين تعبان من شو أكيد ما أخذ بر هذا موسم الحساسية والكحترة بما أننا نتكلم عن عام زايد والأنشطة والاحتفالات والبرامج المميزة قبل أن ندخل على اللياي خلنا نتكلم عن اللي سويتو في الفترة الماضية فتعطينا شي بس جولة سريعة على الفعاليات اللي تمت خلال الفترة الماضية شكما تعرف أخي حمود أنت بخصوص فعاليات الهيئة حسب العنجندة موضوع 2018 من خلال اللجنة تم تشكيله قمنا بعدد كبير من فعاليات خاصة مع عام زايد أنا بتكلم عن موضوع الرياضة نحن الرياضة شكما تعرف باختصار سوينا معرض الصور في ثلاثة أربع ماكن من الهيئة وفي نادي الوصل وصوينا يوم في حتى سوينا يوم دراجات عام زايد في حدرات المشرف الحمد للجنة الرياضية قايمين بالحسب أنجندة اللي عندهم بالجميع فعالياتهم أول بأول وإن شاء الله فعاليات إياي إن شاء الله خلال يومين مع أصحاب الهمم إن شاء الله ونكون موجودين قبرنا عن التفاصيل اللي بتكون خلال الفعاليات اللي بتطلع خلال يومين يعني من باتشر الأربعة يوم الأربعة الأربعة بتكون لأن المفروض كان الفعالية باتشر باش باتشر نحن عنا في الهيئة فعالية هذا من العرس الجماعي وبالتالي حنا تم تأجيله ليوم الأربعة بالبركة للمعاريس العرس أهم طبعا أو شيء عرسو مردين نسوي اليوم رياضي على العموم نحن الشريحة الموجودة لأصحاب الهمم هذا يستحق مننا كل الاهتمام والاستعداد وحاجاتهم لنا يعني بس أنا شوف الحقيقة أصحاب الهمم وانتعاملتوا يهم والله ساعات أحسن من الأسوية بعد وخاصة في تحقيقهم لميداليات في بطولات وهذا مستوياتهم عالية صراحة وبالتالي نحن خلال يوم الأربعة إن شاء الله عنا برامج معهم في برامج تثقيفي في برامج ترفيهي وفي برامج رياضي ممتاز البرامج التثقيفي إن شاء الله يكون من خلال إداراتنا عندنا في هيئة الصحة وأنا أشكرهم جميع الإدارات الأخوة في إدارة التغذية في السكري في عياد الأسنان كلهم يقولهم شكرا لهم بيكونوا متواجدين هذا برامج يكون تثقيفي لجميع أصحاب الهمم الموجودين وإن شاء الله تقريبا يكون عددهم 200 واحد ممتاز يكونوا موجودين وفي برامج الثاني الترفيهي وبالإضافة نحن نشاركين معنا برامج جماعة ملتقى السعادة لكبار السن يكونوا موجودين من خلال دكتورة سلوة سويدي يكونوا موجودين لهم هذا لهم برامج ترفيهي نسوي لهم لقوة في نادي أصحاب الهمم بيكون فعاليات المصاحبة في فعاليات抱icana بمعرض مصغر لمنتجات أصحاب الهمم نعم وبيكون فيه فقرات موسيقية مسويدهم بعيدا على كبار السن وهذا شيء ترفيهي وفي معرض اللوعات فنية نسوين أصحاب الهمم بالإضافة إلى إن شاء الله بيكون فيه مباررة في كرة السلم إن شاء الله نبoff الحموديشارك إن شاء الله في كرة السلم مع سوياء أصحاب الهمم إن شاء الله صعبة اللعبة فريق الهياء يكون على الدراجة وبالتالي بيكون إن شاء الله على الكرسي متحرك بساي اللعبة وايد صعبة مبسهلة يعني انتخيلي على الولتشير وانتي التحركين في قوانين معينة وتعادي حطي الكرة في الباسكت صعبة شوية صعبة وايد مبسهلة وهم ما شاء الله عليهم يتحركون بشكل سريع سرعة سرعة لأنهم تعودين على الولتشير طبعا أكيد أكيد أخي حمزة الفعالات هذه وين بتكون وهل ممكن أيحد يسمعنا من أصحاب الهمم من يشترك إذا حاب يحضر والله نحن اليوم نزلنا دعوة عامة بهيطة الصحة الكل يعني نبوهم يكون موجودين في برامج عام زايد هذا باسم الهيئة في النهاية صحيح ننسويها ويكون إن شاء الله في نادي أصحاب الهمم وإن أقول لك نادي الشباب أهل دبي نعم ساعة خامسة مساء عند نادي الأهلي عند نادي الأهلي نادي الشباب جدام شوي هو قبل نادي الأهلي بيكون عند نادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا حد ما يزال علينا حين بيقولون بحث أنت بعد أهلاوي يعني طبعا أكيد ممتاز في شي تبغي تضيفه على موضوع الفعاليات اللي بتكون عندكم مستقبلا كذلك والله عندنا فعالة في شهر رمضان إن شاء الله ممتاز وفي شهر رمضان يكون مباراة في كرة قدم والسلة وطائرة وإذا ممتاز ويكون عندنا بعده إن شاء الله ندوة رياضية إن شاء الله ممتاز ويكون عند عام زايد بني بناس اللي عشره شيخ زايد في هذه الفترة رياضية هذا بيكون أخر فعاليتين للجنة الرياضية إن شاء الله بالإضافة لفعاليات الأخوة الموجودين في الهيئة اللجنة التقافية كذلك قطاعات موجودين قطاعات الهيئة الموجودين عندهم بعد فعاليات كبيرة إن شاء الله ممتاز وأنا بها الفرصة أن أشكر جماعتي أخواني في لجنة الرياضية كلهم بدون استثناء وأشكر جماعة أصحاب الهمم ثاني جماعة لأوفر لنا كل شيء صراحة هو الأخوان الموجودين في نادي أصحاب الهمم نقول لهم شكرا جميع وجود فعالية رياضية محمود فرمضان ما الفكرة أن فرمضان وحمائي مارس رياضة؟ محمود مشارك كان يشارك صح كان يشارك صح كان يشارك صح كان يشارك صح قصابين يا أخوك ما يلعبونك وراء قصابين حبزة صدق الفكرة أن هناك أيضا بعد فيه إسعاف وفيه طاقم طبي موجود لكن الفكرة التجمع التجمع هذا اللي يحصل ما بين الناس يعني بغض النظر عن المنافسة صح ولكن فيه توليفة جميلة الناس قاعدين مع بعض يلعبون يستانسون يضاربون يتصالحون ومع دفاع رمضان وإن شاء الله في شهر رمضان يكون في نهاياتي يكون كاس العالم شهر ستة هذا بنسوي في مكتبة طبية نسوي شاشة كبيرة نسوي شاشة كبيرة لكي يطالحون موظفين يطالحون كاس العالم وين هذا بيكون؟ في مكتبة طبية أول كرسة جدا حقك محمود حجزة أنا ما أتخذ شدقها ممتاز هذه بعد ما نغطيها إن شاء الله يقول الأستاذ حمزة جهودة مميزة ما شاء الله يعطيه الصحة والعافية مشكورين شكرا منور بو محمد صباح أخير لكم مشجرين ما شاء الله أخي حمزة أنزي بو محمد يعني بالنسبة للرياضة النسائية مميزة عندنا في هيئة الصحة عندنا فرق قوية على كافة الألعاب والمستوى تخبرنا عن عنصر النسائي في اللجنة الرياضية والفعاليات اللي سوونا حق الحريم بعد كذلك والله اللجنة السيدات اللجنة الرياضية أخوات آمنة وحوة وحنان قابلين بالواجب على الموظفات الموجودة عندنا نحن عنا في بطولات للسيدات ونشارك في بطولة شيخة هند دائما كل سنة يعني وبطولة كرة الطهرة وكرة السلاة كل موجودين يعني البنات مارسنا النشاط الرياضي ما تقول دكتور رندا؟ أترأي السؤال نحن نركز على المواطنات أكثر نحن ما إن شاء الله في سباق هذا الألعاب الحكومية عنا بنات كل مواطنات طبيبات في الهيئة مشاركين إن شاء الله وعندهم تجريبي عندنا يوم الجمعة في حديقة مشرف يشون بروفا استعداداً لألعاب الحكومية لألعاب الحكومية في حديقة مشرف الساعة كم؟ ستة ونص سبعة ستة ونص سبعة شباب و... لا، هذا بنات بس يبوا مثل أن تمركز على الحريم أكتمر لا، هذا السباق ليس لن نشوي هذا السباق ليس لن نشوي مجلس باي رياضي مجلس باي رياضي أوكي، هذا التمرير بيكون بس بروفا أدام بروفا نفس اللي بنسوي في ألعاب الحكومية تقريباً كايك وزايد جري ممتاز شباب يشاركون ممتاز هذي من الألعاب الصعبة طبعاً أنا ما قدر أشارك أي وحدة حين؟ الألعاب الحكومية الألعاب الحكومية فعلاً يباحد يعني هذا الإعقاء عالية طبعاً إن شاء الله هذا فريق الهيئة يعني والله، أنت ما قصرتوا، سويتوا كل شيء عليكم وأنت ما قصرتوا والباقي عليهم يتمرنون الآن يتمرنون كل يوم والصرف الدائما عند الرياضي تقصر تدريب المستمر اليوم لا، تدريب تماماً يجب أن ندرب كل يوم والله، صحيح وأنتم موفري لهم بعد كذلك والله موفري لهم معالي حمايد الطائر حمايد القطامي ما قصر يعني في توفير كل شيء لألعاب الحكومية صراحة أعتمنا لكم التوفيق أستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامجة الاجتماعية في هيئة الصحة في دبي كل الشكر لك وكل التوفيق شكراً محمود شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك نحن يقول زميل معانا في الدوام كان يطرقع رجله وهو واقف هل هذا يرجع إلى عادة طبيعية أو مرض؟ لازم يشوف إذا الركبة لا إذا يطرقع الركبة لا هذا احتمال عنده احتكاك في الركاب أفضل يشوف الطبيب نزوي لأشياء نشوف شو مشكلة القدم أو القدم أو الركبة ما عرف أي جزء من الرياضي طيب نحن ما نذهب إلى المستقبل المستقبل القريب اللي نعيشه في دبي صحيح مع مسرعات المستقبل إن شاء الله بتكون معانا بعد الفاصل لاخد خلود العلي مدير مشاريع وقاة فريق المستقبل في هيئة الصحة في دبي ما نتكلم عن شو أربع تقنيات حديثة فائقة الذكاء في الجولة الرابعة للمسرعات فاصل وراجعين صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي نور حياتك نور دبي في الحلم أو في الحقيقة في داخلنا أو في ظاهرنا لا ملاذ لنا سوى كتاب الله وسنة نبيه رؤيا كل جمعة وسبت مع الدكتور خالد علي الخامسة مساء عبر إذاعة نور دبي صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة أتذكرك برقام التواصل على والرسالة النصية على وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام تفضلي لا تفضل تفضل محمود نحن نتكلم نحن نتكلم عن أشياء خاصة بالمستقبل هيئة الصحة أنجزت في مرحلة مهمة على طريق مسرعات المستقبل الكثير من الأمور طبعا هذه كلها كانت بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم منها برئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتنفيذ مبادرة مسرعات دبي المستقبل هذه مبادرة استثنائية غير مسبوقة تم اطلاقها أيضا من سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم ولي أهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نهاية يوريو 2016 نعم من ديج الفترة إلى اليوم الهيئة تحرص على أنها تكون في طليعة هذا التحول ويعني تستهدف أن تكون هذه نقلة نوعية وتأسيس منصة عالمية متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية أيضا يجاد قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية لجذب أفضل العقول العالمية أفضل الابتكارات في العالم وتطبيقها على مستوى دبي اليوم نعم ما نترى المستقبل نحن نعيش المستقبل صحيح مفروض يعني وهذا ما شاء الله يعني هم الجماعة سووا الكثير من هذه الأفكار وتم تطبيقها على أرض الواقع السنة هذه وصلنا للدورة الرابعة لمسرعات دبي المستقبل الهيئة دخلت معنا في جولة جديدة ما شاء الله معنا الدكتورة أو الأستاذة خلود العليم مدير مشاريع وقائد فريق المستقبل في هيئة الصحة في دبي كل ما أقولها دكتورة تضحك أنت دكتورة ترى الدكتور منازم بالشهادة في الخبرة لا بس أنا صيدلانية بالأساس أه عيد دكتورة خلود ما شاء الله يعني الدورات السابقة كانت في العديد من الأفكار اللي تم تطبيقها وشفناها على أرض الواقع وأفكار مستقبلية يعني الواحد يوقف عندها وين بهر تبغينا نسترجع في البداية الأفكار اللي سويناها قبل من الأمور اللي تبغين نطرحها يعني على السريع شو أبرز الأشياء اللي سويتوها وين فانيلتي بعد ما يبتوها؟ أنا عرفت لي ليهني وبيقول لي فانيلتي مبعدتي من المرة اللي طافت أنا متذكر خلود شوفي الفانيلة في الأوردر بروسس بس إذا راعي الشركة يقول لي أنا بيتش آخر الشهر أو تعرفين يغير موعد الرحلة هذا الشي خارج عن سيطرتي المشكلة ما يعني أنت خدتي حمل دكتور محمد الرضا مفروض تستضيف الأسبوع اليهاي وتسأل عن الفانيلة تم تزيل حبريني terror يخبريني ما هي الآن أول يقولي شو هاي الفانيلة الطبية هذا القميص يقدرون يراقبون مدى يعني شو الاكتفتي ما للقلب عندهم وإذا في عندهم أي مشاكل ويعطيهم على طول الارمينج سيستم أنه خلاص لازم يوقفون رياضة أو لازم يروحون المستشفى. هالقميص يعتبر أيضا فيه فايدة حق مرضى القلب اللي لازم يراقبونهم لمدة مثلا أسبوع أو أسبوعين في المستشفى بدل ما تيالسهم في المستشفى ممكن تعطيهم القميص يلبسونه في البيت ويراقبهم القميص كل المعلومات تتسجل في السيستم اللي موجود في المستشفى بعد. نعم. فمثل مراقبة المرضى عن بعد يعني. قاتبين يخيطونه بخيوط ما انتهى نزيل. والله ممكن ما ينضيف على القميص. أنا ممكن يعطي مثلا شوك شديد أو واحد مثلا وكف قلبه أو شي يعطيه على طول لهو ترى القميص بعد فيه الارم يعطيه. بس الارم يعطيك الارم يقول لك يعني شو الحال اللي انتي فيها الحين إذا لازم تسيري المستشفى ونفس الوقت يعني فيه النظام في المستشفى. ممتاز جميل. من الأفكار الثانية بعد كانت. كانت عندي العيادة المتنقلة اللي هي فيها تطبب عن بعد اللي اشتهرت و جربناها و شفتوها في مركز الابتكار اللي كان من شهر تقريبا وبعدين كان في عندي جهاز اللي هو للعلاج الطبيعي اللي ممكن يستخدمونه ريموتلي المرضى في البيت ويقيس مدى الحركة. وهذا جهاز ممتاز اروحي جربت معاكم يمكننا مركز الابتكار رائع يعني بيكون ثورة في عالم الفعلات الطبيعية. طيب نحن العيادة المتنقلة بس نعطي فكرة مفصلة. هي شو تسوي بالضب؟ أوكي. العيادة المتنقلة هذه فيها 18 فحص ممكن المريض يسويه عن طريق تواجده في العيادة هذه ويقدر يتواصل الطريقة مباشرة مع الدكتور. يعني بدل ما أنا اروح المستشفى. اروح العيادة هذه هي عبارة عن كابينة مسكرة. ادخل فيها. ما زل كباين التالفون شوفونا كده؟. هي. فرست كلاس. هي. 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 فرست كلاس. أوكي. وممكن اخذ استشارة طبية من تقريبا خمسة عشر لعشرين دقيقة. انزيل. هتقدم لك خمسة عشر فحص طبي. صح. ممكن نسويه وانت داشت كابينة. ها. تقعد. لا دكتور لا ممرضة ولا شيء. فيه الأجهزة موجودة تتحطها على يديك. ها. ها. وتتواصل دايركتلي مع الطبيب. نعم. وان شاء الله بتكون متوفرة في العديد من الأماكن في إمارة دبي. ان شاء الله. وبتساعد ان شاء الله في تشخيص. ويخفف الضغط بعد العيادات يعني. بالضبط صحيح. من زيل. شو بعدين؟ وبعدين كانت عنا طبعا ثلاثية الأبعاد. اللي جربناها في أكثر من مجال. منها التعليم الطبي. التخطيط ما قبل الجراحة. واستخدمناها أيضا في الأسنان وفي الأطراف الصناعية. طيب. وكانت للهيئة طبعا عدة تجارب فيها. وتجارب كانت ناجحة. من زيل. الحين الدورة الرابعة. اوكي. الدورة الرابعة استضفنا أربع شركات من مختلف دول العالم. أول شركة عندي اسمها بابليون من أمريكا. من سوريا من بريطانيا. الشركة هذه عندها تطبيق AI. يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ممكن يوفر للمريض تشخيص لحالته عن طريق الأب نفسه. نعم. ويممكن يصنف الحالة اللي يعيشها المريض حاليا. بناء على المعلومات اللي ممكن يدخلها المريض. مثلا العمر. الطول. الوزن. شو الأعراض اللي حاليا يواجهها المريض. وفيها خاصية دردشة فورية أيضا. بعد تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فالمريض يقدر مثلا الحين شو يصير أوقات مثلا تيتش مثلا تحسين بعارض معين. الناس يروحون الجوجل يكتبون ويبون يعرفون شو هذا اللي يحسين فيه الحين. شو المرض. لا. الحين نحن عنا خاصية هذه. فيها تطبيق وتعتمد على الذكاء الاصطناعي. ممكن تعطيتش تصنيف للحالة اللي انت عايشتنها. وأيضا يوفر لك بعض خاصية انه مثلا يذكرش بالأدوية اللي لازم تاخذينها كل شوي. مثلا إذا يطرش لك مسج وقرتش خطي الدواء اليوم. بدت تردين عليه بدتقولي لا لا. بيرد يذكرش بعد ثلاث ساعات أو ساعتين خطي الدواء انتي ولا لا. نعم. ففيه خاصيات في هذا التطبيق ممكن انها يعني تساعد الناس. جميل. هاي شركة واحدة من الشركة. هاي شركة واحدة. الشركة الثانية عندي من أمريكا اسمها بانكرياس اللي هو البانكرياس الاصطناعي. الناس يوم تسمع الاسم عبالها بانكرياس يعني. بس هو عبارة عن جهاز يقيس نسبة السكر في الدم كل خمس دقائق يعني هذا يستخدمونه حق المرضى المقيمين في المستشفى اللي في الاي سي يو اللي هو في المركزة. اللي محتاجين ان يقايسون السكر عندهم بشكل متواصل. صحيح. فهو يقايس نسبة السكر واذا كانت نسبة السكر مرتفعة عند المريض ومحتاج انسلين على طول الجهاز يوصلها الانسلين. نعم. واذا كانت مثلا السكر عنده وايد من خفض ومحتاج سكر في الجسم على طول يوصلها الديكستروز. ممتاز. فلان اللي حين موجود عندنا هو دايما الفينجر بريك اللي يستخدمونه المريض. نطريق الاصبع. هي وكل ربع ساعة وتعرفين ساعات يعني اذا كان في ضغط في المكان ممكن يتأخر خمس دقايق وممكن هاشي يأثر على المريض بشكل سلبي بس وجود مثل هات تقنية انا شوفها وايد راح تساهم وممكن تنقذ وايد ناس بعد في هالحالات خاصة ما بعد العمليات واللي موجودين في العناية المركزة. هذا بس حق المستشفى ان شاء الله يسوون بعد تقنية شذل واحد ممكن لان شوي في البيت صعبة لانها هي مثل يعني شفت. جدام جدام ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله مثل تغذية سريرية حولوها حتى في المنازل ان شاء الله كل شيء جائز يعني قبل سنين ما توقعنا ان بيكون في مثل هات تقنية موجودة يعني بس كل شيء جائز ومتوقع ان شاء الله وهذه التقنية الثانية وعندي تقنية ثالثة وهي مثل كابسولة يعني هي شيء مختلف عن العيادة المتنقلة هي مثل كابسولة مفتوحة يدخل فيها الشخص ممكن يراقب القراءات الحيوية مثلا الطول الوزن الضغط السكر معدل كتلة الجسم ونسبة الهايدريشن في الجسم هذه ممكن تتوفر في كل مكان سواء كانت حديقة او مول مش محتاجة اي فني ومش محتاجة اي تقنية يكون موجودة عند الجهاز فهذه هالنوع من الاجهزة حلو للناس اللي محتاجين يراقبون مثلا يشوفون الياقة البدنية عندهم ممكن يساعدهم ان يكتشفون السكر قبل ما يصير لهم وفي تواصل مع الطبيفة الكابسولة هاي فكرة ثانية غير عن العيادة المتنقلة تعرفين تحطين درهم تباطة الكابسولة لا هذا على طول تحط الهوية مثلا ال اي دي كارد وتطلع معلوماتك وتتخل وعقب كل شي تسايف عندك وتنزل أب وتتخزن معلوماتك فانت مثلا بشكل دوري تقدر تروح تشيك اوكي خاصة اذا انت تمارس الرياضة او تمارس حمية معينة فحلو انك تشيك بين فترة و الثانية هاي انت بتخسرين ناس لا انت بتخلص من الدكاترا مثل ما افتراط انت قضل لك لا ما شهر لا لا هذا يذكرني في بعض البلدان تدريين يكونون هذي اللي على الشارع هذي فنانين حد يرسم حد يعزف في واحد يحط لت ميزان جدامت ماذا بالذات تحط له ميزان هذا شل عن الميزان بلغ عليه الشرطة قلت ما في ولا واحدة تحط له شيء طبعا من ابت سيت توزع مراه في الببلك يعني جدام الناس تعالوا يشوفوا وزني ما احد يشوف وزني والله العالم ميزان صح او غلط عموما الشغلة الثالثة شوء والتقنية الرابعة اللي عندي هي عبارة عن طوق يلبسونا في الراس ممكن يشوف لك اذا المريض هذا ممكن تصير جلطة دماغية او لا لا يلا هلو يسوي تخطيط للمخ ويعطي يعني ممكن يتفادى حالة الجلطة يعني هو يلبسه والشخص ما عنده اعراض يمفوض يلبسه الشخص اللي هاي رسك انه يعني معرض وايد انه يصير له مثلا جلطة الناس مثلا فيهم كوليسترول ضغط كيف كيف يشتغل هذا يركبون تلبسه مثل طوق على الراس وفيه طبعا اسلاك ويكون متواصل فيه لتطبيق معين نعم الجهاز هذا ممكن يكون لا استخدامين استخدام في المستشفى نفسه له اثناء العمليات لان اوقات فيه عمليات معينة يوم يسوونها اثناء العملية هاي ممكن تسبب جلطة صحيح صحيح فممكن تتفادى الجلطة في الوقت العملية او في البيت بس بعد في البيت يعني ما يقدر المريض نفسه يقرى التخطيط صحيح حتى يتفادون الموضوع ممتاز والله انذكر بالاختراعات الاربع اللي يتم تطبيقها واحد بنكرياس الصناعي الكابسولة التطبيق الذكاء الصناعي والطوق والطوق ما في شي حق الحريم وحدة الكابسولة وحدة الدش تطلع منها صغرانها عشر سنوات شي شي تبياض يعني من هذه الاختراعات الحرمية والله ممكن اعرض الفكرة على الشركة وبشوف يعني اذا في مجال حق الدورات الجاية ان شاء الله بتنجح فعلا يعني دائما منطقة تجميل يعني حقل تجميل النساء يعني مربح جدا وكل النساء تدور ما في واحدة تقول سويتو شهيتو بهذا الخصوص حق التجميل أو كذا تجميل لا ما سويتو ما طارقنا للتجميل بعدكم الدورة الجاية ان شاء الله خلوها تجميل للرجال والنساء تر محمود حتر يدورون على الجمال في حين يقول لك المتدرددين على عيادات التجميل مترددين على عيادات التجميل هم مترددين هم مترددين هم مترددين كثير منهم رجال لا لا صح قاموا ويد يهتمون بشكالهم بغرهم صح كلم صح في تنافسة الحين فمعالم التجميل عالم خاص والاختراعات في ممكن اقترح عليكم بعد كم اقتراح بعد الدورة الخمسة ستواصل وعاج وعطيني تحديات اللي يعرضها سؤالي لستاذة خلود هل صحيح ان الكابسولة تقيس الوزن والطول ايه تقيس ايه كذكرت الوزن والطول والضغط والسكر والسكر ايه الاول نسخة نعم تدخل لها كدوات من التحسينات بس هي موجودة عندنا في المسرعات اذا حابين تزورونا وتشوفونا على الظل واقع موجودة هي موجودة عدنا حاطينها المسرعات مقر المسرعات في ابراج اليمارات طابق الاول ويعني في وايد جهات حكومية في مكتب هيات الصحة موجودة ممتاز وايضا الامور اللي عرضتوها قبل بعد اللي عرضناها مموجودة لان كل دورة نحط لان المساحة مرت كفية مرت كفية مرت كبيرة فكل دورة والاجهزة الموجودة طيب ليش ما نعرضها عندنا في الهيئة خلي الناس يشوفونها ممكن عقب ما خلص ان شاء الله تكون واحدة من المشاريع يعني عيبها في الهيئة اجربها مثل ما سويت مع العيادة قبل ممتاز طيب متى بتدخل حييز التنفيذ هذه الامور يعني كاملة نشوفها نشوفها على ارض الواقع خلاصي هي فعليا موجودة هي اول شيء كديمو موجود بس احنا اللي نسوي اول شيء نجربه نحنا نسوي لها بايلوت قبل ما يكون متواجد بشكل فعلي للناس لانها هاي كلها تقنيات جديدة وما تشد جربوها يعني فنحنا الهدف من مسرعات نخلي دبي المركز اللي تطلق فيها نوع من الافكار والابتكارات فنحنا نجربها في البايلوت بناء على نتائج البايلوت عقب نشوف مدى يعني شو الفايدة من تطبيقها أو هل نطبقها او لا يعني اذا فانيلت ريحي ما بصمص فانيلتك محمود ما بتوصل لك وانت تسأل وانت تتحن عليها امي دامنا تقول تحن عليها شوفي كانت الفانيلة جاهزة وما اخذها رجل شو تصنعونها مرة ثانية لا تركانت الشركة موجودة لحظة اخذتها وعلى اساس ان انا بسوي البايلوت مالها وانزل شلوها عني في نفس ريح سعبوها قال لا لا محمود هذا يسمونه والفانيلة الوحيدة ما اعرف شو صار كانت فانيلة موجودة مبرزقة مبرزقة قولي فانيلة مو حق محمود اختي خلود حتى المرة طافت مع كل دورة انا حب اسألك ما شاء الله عندما تتيبون الاختراعات التي قلتها الاربعة حاليا اكيد في كم هائل تم تقديمة وانتو اخترتوا منها الاربعة هذيلة طبعا تقريبا الفين شركة الفين شركة في مثلا لو فكرة قدمتها السنة وانتو ما خذتوها من ضمن الاربعة او من ضمن اللي عندكم تأخذوها في المسارعات ممكن واحد يقدمها المرة الياية على الدورة الياية وتأخذوها مثلا طيب في افكار خاصة بشركات اماراتية كذا ممكن تطرح في هذا المجال الكابسولة هذي مصنعة اصلا في الامارات ممتاز ماد يوائي وكل شيء انا ما فيها شيء مصنع برا ماد واسمبلت في اليوائية ممتاز والفكرة اماراتية ممكن صاحب اماراتية شوفي صاحب الشركة فرنسية بس لنا التصنيع صار في الاماراتية ممتاز وهذه خطوة اولى طيب شو تبغين يعني توضحين للناس عن المسارعات بشكل عام شو تبغين تقولينهم على اساس ان الواحد يوصل المرحى هذا مبتلفوني لا تطالع انتي انزه لان هي تلفونها دائما يرى في الستوديو لا ظلمتها كانت تلفون تلفون خلود طرح نزين شو تبغين تقولينهم عن المسارعات كيف ممكن ننمي ثقافة المسارعات المسارعات المستقبل في كافة المجالات لان حتى كل الدواير داشين هذه ما بقول مع معه هذا السباق نحو المستقبل انصح التعبير اوكي انا اشوف ان فكرة المسارعات فكرة جديدة تعطي الجهات او كل الدواير فرصة ان هم يجربون التقنيات ويشوفون مدى اهميتها وفعاليتها قبل ما ياخذونها عكس الاشياء اللي كانت تصير قبل لما ياخذون مناقصات ياخذون اشياء اصلا موجودة ومجربة مثلا في اماكن معينة وهم يتأخذون الفكرة ويطبقونها عندهم بعد انا اشوفها مثل حاضنة يعني فرصة حق الامارة امارة دبي بعد انها تكون سباقة في هالنوع من التقنيات يعني لو نحنا اخذنا فكرة وجربناها ولاقت مثلا تقبل الجمهور وكان فيها فوايد وتتبناها دول ثانية مثلا انا اشوف هذا الشيء بحد ذاته يعطي دبي سمعة بالاضافة للسمعة اللي هي اصلا الضب وفيه شحذ للعقول يعني ما انت تقول يبلي تقنية مفوظكم بعد عشر سنوات حقق ليها الحين هذا نفسي يخلي الانسان يبدع يفكر خارج عن المألوف خارج عن الصندوق بعد ما اخذ فكرة مكررة وموجودة الحين فهذا افضل شحذ وبعدين الشركات الابتكارية اللي تيتش في عندك فرصة انت تغيرين البرودكت اللي عندهم مثل ما انت تبينه الضيفين هالخاصية تشيلين شيء غير لما ايتش برودكت خلاص مثلا شركة وايد معروفة وجاهز انت بتتبنيه مثل ما هو لكن ام انت عندك برودكت جديد انت ممكن تتحكمين فيه وتغيرين بناء على متطلباتك طيب اذا كل هذه المخترعات اللي اللي بنشوفها ان شاء الله في المستقبل القريب قيد التنفيذ بتكون موجودة عندكم بتكون لصالح صحة المجتمع فنحن نتمنىكم التوفيق لاخد خلود العلي مدير زورونا في المسترعات ان شاء الله ان شاء الله حاضرين خلود العلي مدير مشاريع وقائد فريق المستقبل فيها تصاحبت بينا حشاكرين لك توجدت معنا وشكرا لك على وقتك وأنا بعد حب أشكر استضافة كملي وحب أسلم على الجمهور اللي تابعنا شكرا لك إذن هي نقلة لصالح الأمراض سواكات المزمنة لصالح صحة المجتمع من خلال العديد من الاختراعات اللي بنشوفها ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله انت ما عندتش اختراع ما عندشها ان شاء الله منشي قلت له في الجمال ان شاء الله ظاهر عنده شيء عندي كم فكرة سواكات المزمنة لك ان شاء الله ان شاء الله انت عندتش اختراع ما عندشها لازم تسوينا أول شيء ستجرينا في فريق الرياضة الرياضة ماجوجوتسو ما عندش فكرة من مسرعات اوكي ماذا قالت لك ثلاث سنوات لا اكتب كتاب ايه كتاب ولكن ليس مالطرخ ليس مالطرخ وذلك لازم شارك في المسي ياكل لم شاركت ايه لم شاركت فاربع شئ لكي ان شاء الله لا مر بسيط خلاص ما يهمكم متى؟ ان شاء الله قبل يوم توصل الفانينة يوم توصل الفانينة توصل عاد ندا يوم توصل الفانينة هاليوم تستضيفيني بسوي حفلة أنا مصور استخدمكم الورد من داخل من داخل الستوديو ميرا المري مشكورة ناصر سليمي شاكرين لك يحطيك العافية شكرا لك سادة خلوت شكرا لك دكتورة ندا الملة شكرا لكم وانتظروني ان شاء الله في الاربع في ايش؟ في الاربع مهمات مهام باليوم الاربع لا لا في الاربع مهام نزيد يلا نختم معاكم مستمعينا وسامحونا على الإطالة ونشوفكم باتشر ان شاء الله ان شاء الله حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة